2021 سنة استكمال مسار البناء المؤسسة بامتياز سنة صارت بخطة ثابتة ومدروسة نحو إرساء معالم دولة المؤسسات الدستورية رغم ظروف صحية واقتصادية استثنائية الجزائر استطاعت أن تحقق رهان الاستقرار السياسي والاجتماعي استقرار سمح بمباشرة تغييرات أساسها دستور جديد استندت عليه الإصلاحات السياسية للرئيس عبد المجيد تبون ضمن التزاماته الأربعة والخمسون التي تعهد بها خلال حملته الانتخابية الدستور الجديد كان بذلك الإطار القانوني العام لمباشرة باقي رزنامة الإصلاحات توجب علينا احترام المراحل والسير بخطة ثابتة بدأناها بالتعديل الدستوري الذي زكاه الشعب ثم شرعنا بعدها في بناء الصرح المؤسسات الجديد التزامات رئيسي الجمهورية لم تكن مجرد وعود انتخابية بل مشروعا وطنيا تجسد اليوم تلبية لتطلعات الشعب المشروعة نحو التغيير لقد تعهدت أمام الله وأمام الشعب الجزائري كله غدا تمنحي بثقته في الانتخابات الرئاسية بتحقيق مطالبه وطموحاته المشروعة الرئيس قام بترتيب دقيق للأولويات فكانت تشريعيات يونيو 2021 التي أصفرت عن تغيير تركيبة المجلس الشعبي الوطني وهي أولى محطات تطبيق قانون الانتخابات الجديد القانون الذي شهد تغيير نمط الاقتراع من خلال اعتماده على القائمة المفتوحة كما سعى لإزاحة المال الفاسد عن العملية الانتخابية بمنح الفرصة أمام الكفاءات الشابة للوصول إلى الغرفة السفلة للبرلمان إعادة النظر في النظام الانتخابي بهدف أخلقت الحياة السياسية وإبعاد تأثير المال السياسي عن المسار الانتخابي وفسح المجال للشباب وتقديم كل الدعم لهم للمشاركة في صناعة القرار وبصلاحية واسعة تشمل حل الخلافات بين السلطات لتفادي أي تعطيل في سير المؤسسات الدستورية وتحصين البلاد من أي هزات سياسية جاء تنصيب أول محكمة دستورية في تاريخ الجزائر بدل المجلس الدستوري محكمة تعتبر كأعلى هيئة قضائية حيث يتم انتخاب لأول مرة ثمانية من أعضائها الاثنى عشر سنة 2021 توجد كذلك بتنظيم الانتخابات الخاصة بتجديد المجالس الشعبية البلدية والولائية لتكون آخر الاستحقاقات في مسار استكمال البناء المؤسستي الذي التزم به رئيس الجمهورية مجالس تعتبر لابنة أساسية في علاقة الدولة بالمواطن يعول عليها لأن تكون باعثا للتنمية المحلية هو إذن مسار التجديد المؤسستي يستكمل وبالانتهاء من هذه الورشات ستكون سنة 2022 محطة تنفيذ الإصلاحات الهيكلية للمساهمة في بناء الدولة الجزائرية العصرية